أطلقت القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية الميثاق الوطني العراقي في إطار جهودها المستمرة لإنقاذ العراق الميثاق أكد على تثمين الجهود السابقة التي قامت بها القوى الوطنية في مراحل مختلفة والصاب بذات المسار وشدد على أن المقاومة حق مشروع ولا بد من الاعتراب بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله واحترام الدماء التي قدمتها في مسيرتها الطويلة هوية العراق الجامع لكل أبنائه بمختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم كانت أبرز بنود الميثاق بالإضافة إلى التشجيد على وحدة العراق أرضا وشعبا ورفض تقسيمه أو تفتيته مهما كانت المبررات والذرعا وهو بند الرئيس تضمنه هذا الميثاق كما شدد على ضرورة حل القضية الكردية في إطار وحدة العراق وسيادته هيئة علماء المسلمين التي كانت من ضمن الموقعين على هذا الميثاق أكد مسؤول القسم الإعلامي فيها الدكتور عبد الحميد العاني أن هذا الميثاق يمثل خارطة طريق للقوى الوطنية في العراق لانتشار البلد من مأزقه الكبير وهذه المشاريع الوطنية لا بد أن يكون لها محددات تحدد أو ترسم خارطة طريق لهذا العمل فيأتي هذا الميثاق بمثابة هذه المحددات ورسم خارطة طريق لهذا العمل أما مجلس العشاء العربية في الجنوب فقد أكد أمينه العام الشيخ أحمد الغانم أن العشاء العراقية دورا حيويا في الميثاق والذي يهدف لخلاص الشعب العراقي من معاناته المستمرة منذ 16 عاما نحن مجلس عشاء العراق العربية في الجنوب مشاركين في هذا المشروع الوطني العراقي ونحن لنا دور في هذا المشروع الذي يمثل إرادة الشعب العراقي والذي يمثل ما يريده أبناء شعبنا من الخلاص من هذه العملية السياسية التي أصابت البلد بالشلل كما نص الميثاق الوطني العراقي على أن العملية السياسية في العراق جزء من مشروع الاحتلال وهي مسؤولة عما لحق بالعراق من تداعيات خطيرة أضرت به ومن مخرجاتها الدستور الفاقد الشرعية كما أكد الميثاق على ضرورة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق المهنية والوطنية والحرفية لتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه السياسي العراق إبراهيم العجيلي فقد أشار إلى أن الميثاق يعمل على لملمة أوصال العراق الممزق جراء ما لحق به من الاحتلال وتداعياته يهدف إلى لملمة أوصال العراق الممزق العراق ممزق شعبا وممزق اجتماعيا وبحاجة إلى لملمة صفوف الوطنيين العراقيين السياسيين العراقيين عموما هذا ما وجدته في هذا الميثاق أما وليد الزبيدي عن تجمع مستقلون فقد قال أن الرفض الشعبي للاحتلال وعمليته السياسية كانت من جميع أطراف الشعب العراقي مستذكرا بهذا الصدد تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي خرجت في العام 2011 ضد مشروع الاحتلال وأحزابه السياسية ولكن فقط أذكر بأنه المظاهرات الأولى التي خرجت رافضة ومحتجة على الحكومة والعملية السياسية كانت في مدينة البصرة والناصرية في يوم 19-6-2010 وهذه المظاهرات سبقت الربيع العربي ما أطلق عليه لاحق أما مكيا النزال من مؤسسات المجتمع المدني فقد قال أن معارضي العملية السياسية المعتلة في العراق ينتمون إلى جميع أطياف الشعب العراقي بلا استثناء في رأي المدنيين العراقيين هناك قبيلتان سياسيتان في العراق اليوم قبيلة العملية السياسية ومن معها من شيعة وسنة وكرد وأمريكان وبريطانيين وإلما إلى ذلك وقبيلة أخرى معارضة العملية السياسية من أيضا نفس الأطياف أما الدكتورة فاطمة العاني من هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا فقد بيّنت أن من أهم العقبات التي تواجه الميثاق الوطن العراقي هو رزوح العراق تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني بالنسبة للعقبات التي تواجه هذا الميثاق أن يخرجه وينفذ على أرض الواقع يعني هي من أهم العقبات هو مع الأسف الشديد رزوح العراق تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني بالإضافة إلى تغييب الأصوات الوطنية الميثاق الوطن العراقي هو جهد وطني آخر ضمن الجهود وطنية سابقة كانت تهدف إلى أخراج العراق من مازقه الكبير الذي وضعه فيه الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي